طب لو عاوز نلم الموضوع على بعضه يا دكتور أنا آسف لا لا قوي يمكن قدامك تلت دقائق لو عاوز تلم الموضوع كله على بعضه ايه اللي عاوز يعني يعني اللي عايزين نوصله بوضوح انه فيه نقطتين للبداية فيه نقطة بداية دنيوية بتعتمد على الزمن والمادة وقوانين الطبيعة والصدفة دي ما تقدرش تفسر الحياة بالعلم ايه نوع من العلم؟ العلم التشغيلي اللي احنا بنتشوفه في المعامل وبيعمله الملحد وبيعمله المؤمن بيطلع نفس النتائج تمام؟ فيه بداية تانية بداية كتابية تعتمد ان الله خارج الزمن والله له القدرة المطلقة انه بكلمة قدرته يأمر فيصير والله الخالق ده خلق الكون واعده للإنسان فهو ما خلقتش الإنسان في اليوم الأول خلقه في اليوم السادس بعد ما أعد كل شيء له عشان يعيش في تناغم مع الطبيعة ونخلي بالنا طبعا من الطبيعة ونخلي بالنا من الرب لما حط آدم في الجنة ليعملها ويحرسها وانه تسلطوا على كل المملك الحيواني والتسلط ده معناها الرعاية مش الدكتاتورية فالمؤمن من أكثر الناس اللي هم جرين بمعنى انه يخلي باله من الطبيعة طبعا تمام؟ فدي نقطة البداية الكتابية وهي تتفق منطقيا مع العقل ومع العلم ودي النقطة اللي نقدر نبدأ ميها عشان نشوف الله الخالق وبعدين نشوف الله الفادي ودي قصة الكتاب المقدس الخلق والسقوط أو الفساد الكارثة العالمية التشويش مجيء المسيح الصليب الاكتمال وهذا كله أساسيات الإيمانية كله مرتبط في بعضه بالزبط كده طيب رسالتك ولو لدقيقة دكتور ايه اللي عايزة توصل رسالة؟ اللي عايزة توصله أنك أنت وانت شخص متميز أنت وانت معمول على صورة الله بكل ضعفاتنا وبكل صعبنا وكل اللي فينا أنت VIP كل واحد ووحدة فينا لأنك أنت خلقت على صورة الله وشبهه لكن للأسف لما الله أعطانا حرية الإرادة كسرنا قوانينه واسمعنا كلام الشيطان اللي حط الشك في قلوبنا أحقا قال الله وكذب الله وحاولنا إحنا نصدقه لن تموتاه معنى الرب قال موتا تموت عشان كده كتاب المقدس بيقدم لنا حاجة رائعة جدا بيقدم لنا الله الخالق والله الفادي في يسوع المسيح اللي مات وقام عشان يعطينا حياة ودعوتي ليك وليكي أنكم تقبل الفادي وتعيش في علاقة شخصية مع الله الخالق هنا على الأرض وهناك في الأبدية اشتركوا في القناة